هي دي الرموز وهي دي القيم الحقيقية والقمم الكبيرة في تاريخ النادي الاهلي الراحل الكبير الفريق مرتجي يتحدث عن مبادئ الاهلي عشان تشوف انه مبادئ الاهلي ليست صنيعة افراد وليست مرتبطة بعصر من العصور مبادئ الاهلي حاجة ووجدت مع نشاته وكل رئيس تولى حافظ عليها بقدر احتفاظ الناس بقيمته هي دي كانت خلاصة المسألة بقدر حفاظ كل مسؤول في النادي الاهلي على قيم ومبادئ النادي الاهلي بقدر احتفاظ الجمعية العمومية واعضاء النادي الاهلي لهذه القيم او لهذه القمم بتلك القيم يا سيدي نشوف الفريق مرتجي يتحدث في احد لقاءاته كان الحقيقة في برنامج الاهلي في مئة عام عن مبادئ الاهلي منذ نشأة النادي الاهلي سنة 1907 من يتولى النادي الاهلي؟ كلهم عظماء البلد هم دول وضعوا الاساس وضعوا التقاليد وضعوا المبادئ اللي النادي الاهلي ماشي فيها واي واحد بيمسك النادي الاهلي لازمش على هذه المبادئ مفيش حد عمل مبادئ جديدة المبادئ كلها موروسة شوف الفريق مرتجي يتحدث عن المبادئ وقال المبادئ محطوطة منذ نشأته محدش عمل حاجات جديدة لان دي خلاص الدستور بتاعنا اللي كلنا بنحافظ عليه ما معناها يعني ويحنا محافظين عليه ولادي النادي يفهموا يعني ايه كلمة مبادئ فدي لما كانت قضيتنا ما كناش منتكلم من باب اللغة اللي هي القضية اللي بيحاول دلوقتي كل خصوم الاهلي انه يعتدوا عليها ويلغوها خفنا كان على النقطة دي والحمد لله انه نعتبر ان فيه كده وعكة واعدين استردين تاني من يحافظ على هذه الموروثات التي تميز النادي الاهلي فقط طيب الفريق مرتاجي ايضا في فيديو تاريخي قديم ليه الحياة مهم جدا مع الاعلامية الكبيرة نجوة ابراهيم في التلفزيون المصري سنة واحد وسبعين نفتكر مع حضراتكم فعايزين نتكلم عن الالعاب الرجولة في الملعب يعني ضروري فيه كلام بالنسبة للعيبة من رئيس النادي قبل ما بينزل يعني بتوصيه وتقوله خلي بالك على الكورة يعني يمكن انا سمعت مرة بيقولولهم ما تخافش على رجلك خاف على الشبكة يعني خاف على الفريق بتاعك فمدى الرجولة في الملعب هل ممكن توصل للخشونة لا طالما ان هو بيلعب على الكورة ما بتوصلش للخشونة وانا فيه متى يعني ان كل لاعب يوصل للخشونة هو راجل ناشوء مش الفورما مش واسق اتبقى يضرب والتبقى اعمل يبقى مش واسق من نفسه انما هو لازم يشترك في كل اللاعب بس اللاحظ ان هو بيشترك على الكورة ومش على رجل زميله او على بطن زميله او على الحاجة انما احنا منقول دايما لعباء خليكم رجالة وابطال والنتيجة دي ما بتهمش انما ان هو يضرب لا انا ما حبش قبل حد يضرب من اللعيبة بتوعها طيب رأيك ايه في كابتن مران لما بيضرب لعيب مسلا بزعق له بعض المباراة مش بيبقى في بعض الاحيان مع حق ولا عمره ما بيبقى مع الحق مره هنا نفترض ان هو ضرب وبعدين الحكم خرج انا استفدت ايه او النادي بتاعه استفد ايه مره عطل النادي عطل فيحنا بأن كل واحد يلعب ويعمل ие mont Tenim يعني يسيطر عن الأعصاب لغقتة منخلص المباراة طيب ايه او يمكن ندخل كمان من ناحة الشخصية شوية بالنسبة لضيوفنا الكبار عايزين نعرف الأولاد مثلا أولاد سياك الخريق بيلعبوا كورة مدى تشجيحهم مراد حضرتك يعني تكلمني شوية كده أنا عندي الولد الصغير ده طبعا بيلعب في الصغيرين بتوع المدرسة بتوع النادي الأهل ويمكن هو زميل اللي حاكم ابنك ده أهلاوي شنية يعني هو إمبارح بعد ما مدغلبنا لروح لكل ولا شرب ونام ومش عاوز يروح للمدرسة وعاوز يقعد في البيت علشان اتغلبنا الغلب اللي داخل في سوق الحصد أخوه الكبير وده الضابط في القوات المسلحة برضو أهلاوي متعصب بنارسم إزاي لكن برضو بيأكل يعني مبارح أكل هو بقى اللي بطالة جبدا هي سيت والدته بس دي ماتش أو مباراة بس دي ماتش يعني المدام ما متروحش خالف ماتش ماتش تشوف النادي الأهلي بيلعب إطلاقا يجلها على طول عصبي ووقيق ممكنش ويوم النادي الأهلي ما يلعب لازم تاخد أربع خمس حبات من أويما عشان تنام مدة المباراة تبقى حلوة لما تسحة تلاقي الأهلي غالب لما يكون أهلي غالب لكن المدام ما متروحش الحكاة حلوة عابل ترجمة نانسي قنقر